السلام عليكم اخوتي معكم الراوي مهدي في قصة جديدة كانت منى لكم عيد مبارك سعيد وتكونوا دووزوا في اجواء زوينة بصحتكم ودووزوا مع الحباب ومرحبا بيكونوا يوميا وثاني في واحد القصة بهذا المناسبة هدي يعني دي ما تيكونوا القصص اللي كان اختار لكم كتوافق يعني الضرفية اللي احنا فيها وهذا القصة كانت يعني قديمة عندي شي شوية ولكن عندها علاقة بهذا المناسبة العظيمة عند الله نبدأوا القصة وركزوا معي مزيان مشينا السلام عليكم اخوتي انا اسمتي فايصل فيما كيجيش يا عيد الكبير كان قانتذكر ذاك شي اللي كان وقع عليا العيد الكبير هو واحد ذاكرة زوينة كتقربك من الله وكتبقى في ذاك الصيلة ديالك مع سيد ربي ولكن للأسف انا يا كيغلب علي ذاك الحادث اللي كان وقع عليا فيه واللي ما عمرني غادي نساه واللي بفضلوا انني قدرت نتجاوز هذه المرحلة دي نفكر شي نهار انني نكون معاشي وحده ونعيش معاه لان ذاك السيدة قتلت فيها هاد الرغبة هاتي ألقي الساومة فيها يا اخوتي واحد نهار في رمضان كنت انا ذاك الساعة خدامت وقريت ودبرت على راسي وحاولت نتقاتل مع الوقت باش انا ننأسس اسرها ونكون واحد العائلة ما عنديش علاقات عابرة في حياتي اه تكون شي مرة ولا جوج في المراحل في المراحل ديال مراهقة وصافي اما من بعد صافي ركز على راسي وركز على مستقبالي وداتي اللي من بعد غادي نقدر نتجواج وغاندير قاعدك شي اللي كنت كان نفكر فيه واحد رمضان اخوتي اه اخرج من صلاة ديال التراويح وانا خارج من الجامع وغادي مورها غادي نتلقى معاشي دراري ما عافش بالطب تسنوك لنا غادي نديرو مكت غادي نتلقى معاشي اصدقاء ديالي وانا غادي فهاديك طريق تنططف مع واحد البنت اللي تارت انتيباه ديالي وكانت مع امها وكانوا هذين صلايات وبين انهم خارجين من الجامع انا ديك ساعة فشتا مع ديك المرحلة اللي انا مشيت نهضر معها فيها كنت كان قلب على شي بنت وكنت كان قول يا ربي نتلقى بشي بنت اللي غادي تكون خارجة من الجامع ولا هزة شي صلايا ولا كتعرف بينها وبين الله كانت ديكي اللحظة المناسبة شفتم انا غادي يعني خادين انفاس معايا جايين وانا غادي جا ذاك الفلاش بيني وبين هذك الشوفة ديالهزة عينيها جات فييا وعينيها جات فييا وعينيها جات فيها خليتهم تتكروازة ومعايا مشاومورايا وبقيت كنقل مشي نهضر الله ما مشيش اللي بلاتين مشي وانا رجع قلت لها خالتي خالتي ما هضرتش مع البنت قلت لها خالتي على فكر ربغيت ننسبو لك قلت لين عما وليك لباس قلت ليا الله يجزك بخير اه فينك تسكنو واش انتو ما غير هنا اولاد الحي ولا هادير انا بغيت نقصد داركم واش البنت ما ديك دال حنا واشا عدي بديتن تنظر بواحد اللونجاج لي مقدب واحد الهضراء اللي لي هتقدر للمرات تفهمها قلت لي اودي ماكين ما نقول لك احنا رسكني نفس نقاطي الفلان رام عروفة ولا بغيت يراباتي قلت لصف الفلان فلان يا رفا واحد القهوارة قواسمي تاكادا رايكون تقريبا انا بخرج من الجامعة ومشاليها هاك هان مرتو وهضر معاه والله يسخري لك انتو مكتابه البعدياتكم را ربا ما عندو ما يدير لكم قلت له اواخا للا هادا كلام دي المعقول ارى لي مرتو اعطاتني مرتو تصلت به كان ما جاوبني يجي ديك الساعة كان بقي في الجامعة مشيت لك القهوة كانت سنناه ها هو غا يجاوب ها هو غا يجاوب ها هو غا يجاوب حتى يجاوبني سلام عليكم السفلان اي مرحبا اه الله يجزك باخير انا كانت سنناك في القهوة ديالك اه من اللي تجي لها صناعي ليا ونقول لك في نانا وجي رابط نظر معك اللي يجزك باخير قال لي اش كنتا وشنو بغيت اي ودك شي كتليتا تجي لاظره ماشي ديال تليفون دست واحد تقريبا واحد تولو تساعة عود صناعي ليا جاو والقهوة اه قلس ناناويا شيرت عليه قلس حدايا كاذا كتليشوب الشريف هلقي الساومة فيها او ديانا را كنت خارج من الجامعة غادي في حالتي تلاقيت المرأة ديالك مع البنية هدرت مع المرأة وقلت لي هراني ناوين معقول ودك شي يعطيني المرأة ديال باهان هدرا ناويا هي بس صناعي لك وجيتي عندي دابا بدك يسويني في انتا وفي انتا وفي انتا وشكات قرأ وشكات دير جاوبتوا على ذاك اللونكات ديالو قلت ليشوف عمير ما كدبش عليك انا رب داري وبرزقي وخدام وبغيش بنت الناس اللي انتزوج بيها قلينا نهضر مع البنت اولدي ونرد عليك اهضر مع البنت بغاو يديرو في اذاك العبادية الممزروبينش واقي للبنت زعما بوالا كانت بغت جواجي تنو منها ودك شي قال لك يا سيدي عبتش غدير اه نهضر مع البنت وديك السعار انا نعيط لك ونقولك شنو كين داست واحد يومين تصلي بيها وعرض عنا الفطور قلي ياجد تفطروا معنا نهار فلان فلاني ومرحبا بيكم ازيت الوالد والوالدة واحد اخويا فو مشينا لعنو سلام عليكم هو والد غير البنات كل هم جوجات وقتلهم غير هاديك عرضوا علينا البنت كتحت في الطبلة كهدا هاتي اه وياني كبروا بينا وناس يعني كعرفوا كعرفوا السواب فطورنا هدرنا كل شي مزيان مور هامور للفطور يعني مشينا الجامع انا وياه وخويا والوالد وذك شي مشينا وكنهضروا في طريق وذك شي خلينا العيالات مع ابو وحدهم واحنا الرجال مشينا مور الجامع مشينا القهيوة دينا كنتعرفوا على بعضنا وداز هاداك الكونتاكت وبان باننا حلا كنعرفوا بعضياتنا منش حالة باها رتاح لي يا مهار تحت البنت اه مياناز عمار تحت البنت عادي من اللي رجعنا للبطار باش نشربوا ذاك البريري ديالاتي ونطرقوا المصمار القينا بلي كل شي هو هاداك انتو كله على الله البنت قلت لي هم غير يخرجون من ذا ان شاء الله مور العيد ان شاء الله ونديروا البيض في القحل خديتنا النمرة ديال البنت بدينا تنحضروا على اساس انني دوي فيها وخاطبها انا قلت لو ما بغيت لها خطوبة لسيدي زكري اه نزوجوا ونديروا العرس ديانا ونديروا البنت لبطار مقارك ما كان تشي مشكين سالة العيد سالة رمضان بغيت نقول جا العيد اه جينا شفناهم باركنا اليوم العيد ودك شي بدينا كنحضروا وتنوجدوا في الترتيبات ديال العرس اه مور العيد تقريبا بشي بشي عشرين يوم تزوجنا درنا بيض في القحل العرس دازد كل شي مزيان كل شي بي خير اه جبت البنت عندي للدار البنت يعني ما فيها ميتعاب حادقة نقية اه غير ياشي شوية بسريعة الغضب ولكن ما عليش كله كله كيفاش دير طبعو ولكن منيش بتعندي للدار يعني السيدة ما شي شي وحدة اللي غادة تكررهاك في الزواج ولا غادة تكررهاك في المعيشة ولكن بشوية بشوية بدي بنادم على حقيقتون يارانك السيدة ما بدك يقرر بشوية العيد الكبير قلت لي هادا با كيف ما كتعرفي هادا اول عيد ليك انا للغم شون دوزو مع ضعركم قلت لي فكرة مزيان اراتا اخواتتي غادي يجيو وحجوش اخواتتها هنا كنين في المغرب قلت لك غادي يجيو عيدو مع الواليدة و انارى الصراحة يعني كتباغي نقول هالك وركنت اصبحت اختياريا وشكرا مزاف وعنقاتني وبدت فرحات ما اللي بغينا نشرب حولي قلت لي واشوف شري حمر لي وجهي وناخدوش حولي يعني كبير ورخواتتك يجيبو حولاتهم تبرك الله كبار وعلا سعدي وعدي ومشينا كندورانا وياها وتقضينا ذاك شي اللي بغت هي عدرت هنا مع مواني الضار كتلي ام فوالار على البنت وبغت تعيد وهذا اول عيد ليها غندوزو مع ضعرهم قلت لي كبدي اللي يدرتين مزيان صير ليس خرا هي هذي كثيري نهار هي العيد ما خليت مدرت طلعنا الحول هنا وبها وصلخنا الحول ديال هوم وديال معا جوا حجوش اخواتتها وحدا ما جاش راجل هاخد دام كين غير راجل الخرا وبقينا مابعدياتنا ولا كيرا ما خليت مادرت اخوتي ما قلستش قعد هنا صيب هنا قرد لهذا صيب لهذا معانا كنت كان عارف نصلخ وكان عارف نقرد الحولي هذو كل حوالاته نقول لك بثلاثة بي هوم ديالنا وديال هوم وديال اختها وديال اختها الخرا كل هوم يعني عاونتهم في صليخ باهم غيك يدبح صافي وحنا كان صلخو قعد من هنا هز هبط حد دير يوسيت شوا وديك هذا يعني تنبيه لكم باللي ما بغيتش نقلس اذاك النار قدرت كل شي ارى انك يا سيدي سالة العيد كل شي دازم بزيان باخير البنت فرحانة هزينا الحولي ديالنا رجعنا في حالتنا الدار بدأت التغبن عليها ومسخيتش بدارنا وتوحشت القلسة معاهم ودك شي كتلا ارى يومين راد يالا رادووزنا نهارت العيد ونهار مورا رادووزنا شنو بغيتش كتر وارك عارف وغير انا ولفتهم ودك شي رادك شي علاش كتلا ما كانت شي مشكلة للا صافي مازال جاي مناسبات ومازال غا رجعوه مازال غا نقادوه مازال السيدة رجعت ماشي هي هديك اه بحالة بقى فعل حال بحالة ما عرفتش ما ما زال ما قدرتش ننننننعرف السبب الحقيقي اللي خلات ولي بحلاكك ولا تقيله ما بقيتش ذاك البنت اكتيف بغات خدام بغات جمع الدار بغات قادل الامور خصوصا انني انا واحد الانسان اللي اه اللي عطيتيني شي غرض بالزربة غا دينقضيلك وخاص الزربة بعد المرات خايبة ما مع الوقت والسرعة وذاك شي كيبغي انك تكون اكتيف بغياء سارت الايام وجات الايام عرضت علي نديرو الدراري قتل انا مازال مازال ما بغيش نديرو الدراري انا يا بلاتي اللي انا غايب شوية بشوية الله يجيزك بخير علاش حتانك تبغي نعرف راسي مهامن حتان البنت ما كانتش عندي بقى علاقها ولا كان عرفها في طبعها وعام ما غايبينش ليه هيش كون خسين تحط معها في شي مواقف باش نعرف هات السيدة هادي اش منطينها ايوه سيدي دار الهام وجاء العيد الكبير التاني وقتليها العيد الكبير التاني ديالنا غاندي ندوزو مع الواليدة رتحنا ادنى اجواء زوينا ومرة عندي ومرة عندك وهي غادة ما جاتش هاد المرة قتلي تقدرنا شي حولي كبير ولا ما حضرت ما تكلمت تقديت حولي بديتو الدار علمت مواني الدار اللي غانعيد معاهم خصا ان احنا يعني الدار ديالنا ما فيهاش الكوري فاغي الواليد وواحد خويا يعني عائلة مع بعض ديالنا وصدح ديالنا وكان ديرو القيطون والخزانة وبقى وقالسين مع بعض ديالتنا واحد الجوه عائلي زوين بزاف يرى انا كاسيدي انا اللي كانت سنة من السيدة انا اتعاون الواليدة بخصصا انني ما عنديش اختي كينا يخويه وكيجيب معا مراته واحد مراته وغزالة يا اخوي الله عمرها اضع ماهلينا يرى انا كاسيدي جالعيد هي هدي كتلعت انا لحولي الاسطاح كتلع لبسيرك شا حاجة باش تعاوني الواليدة قلت لي ايه نارا ما في ايه ما ندير تيشي حاجة لاني صبحت مريضة قلت له وعل اقل صبحت مريضة غير غير بسيرك غير بييني انتي ما تديري والو غير بييني باللي انا كبا غا تساعدي وقلت لك الله والو راسك يضرني والدوخة وانا ما عنديش معا مع الدم نشوف الدم قلت لي كيفاش ما عندك تشوفي معا الدم يا كدك النار في العيد ديالكم مع داركم كنتي قطال عاو كادا وتشدي معاهم وتقدي وكنتي حاضرة للبيحة وتتصوري قلت لي هو هم سافي خليني الكتابات الساعة دي سافي خليني نشو شنو غدا ندير اتشاهده بعداتا نقول لكم اللي كنا غادي نفطره سي دفا يقام ماشي ايا ديك ما فعيلها ناقصين وما كتبتاسم ما كتضحك ما هو سولتا قلت له وش بغيتي اذا ما توحشي داركم بغتي تعيدي معاهم وذاك شي قلت لي اه وانا ولفتا بانعيد معاهم وانا هادي قلت له شوفا بنت الناس اراها مرة عندي مرة عندكم شوفي انا نهار كنت معاك داركم ما خليت مادرت اراك الشي كل شي لا اينيك وفرحت قدامهم وحمرت الكوجه قدام داركم وذابا غا تجينتي اياه غا تتخشي ديا وجيه في الغيز قدام دارنا وانا تنقول لون مران قياه ومأدباه ومهلية فيا ولي عمرها دار وجيه دبانتي تحطيني بوجيه قلت له يا سافي سافي غا نديدك شي اللي بغيتينتا سافي يا را انك سيدي السيدة نادت لبسات ديك اللي بحال جليلي باية ومعات بحال الفوقية والمعرف دي العيالات وطلعت دارت كورسي وقلست الوالدة مسكينة كتعيت لها واجيه فلانا اجيش دي معي هنا اجي نقطعه المسارن اجي نغسله الكرشة اجي نكادا اجي نكادا كتلاها خاتي اللي ارحم لك الوالدين انا را ما عندي قانا ما عندي خاطر ما عندي والو انا را غي غي على وجهة فلان الوالدة ما عجباش الحال بالنسبة لي هادي قلة الادب وخاكينا مرت خوية متانا ما قرحتش نشوف مرتي متفعلة مع الجو ومساعدة المساعدة الوالدة حيث هذيك را كدرغي من را في العام ماشي غا تجي ضربيتها ماراو الوالدة ما عجباش الحال عيطت لي ايه قلت لي ايه را هدرت مع مرتك كادا هادي عندك تقول انا بغانج بتصداع ولا هادي ولا كي را هدرت معي بوحد الاسلوب لي ما عجبني شاولي مشيت لعندها قلت لي كلا باش حيث انا بغيت نعرف كما عرفت ان داك الناس اللي عزيز حلوم يشعلو العوافين ومشيت لعندها قمت لي شو ق kartلك الوالدة كذا؟ ومشت لي ايننما قمت لي ايه قالوا ايه قمت لي ايه اللو واخها خالتي وقد يسمعها وما اجبني مش داك الكدوب ديالا قمت لي وايها تيكذب عليها الوالدة ما ماشي من نوع الفاعل ديالي يشعلو العوافين ودك شيء وعندها لا تكذب عاليا قلت يا دبا صافر الله رحملك الوالدين واشن انت دبا جيت دوز بيا العيد هنا يا ولا جيت الرساليا ولا جيت غير نخداما ولا شنو ما عجبنيش الحال اخوتي اتاها الزيت يدي باش غان شعل معاها وانا نجمع عيدي بالك العواش رادي قلت لعفتش تديري هبطي بطي سيرت ناسي يا كمراي دانتي يا سيرت ناسي الوالدة شافت هاد المظهر كامل ما تدخلو ما هدرو ما قالو والو وانا بقى في الحال علاش شو مرت خوية كي كتتتعامل معاه وكتتكبر بيه وكل عمس كي نديري هكك كتجي وتعاون وتقاد وتهز وتنقي وكذا وبتحك وتخلق لك واحد الجوزوين وتنشوف السعادة في عين خوية بقى في الحال بزاف على داك المنظر فعلا داك شا لوقع هبزت يا شاو شاو هبطات ما عاونت تجي حاجة ما عاونت وتنقول ليش انا النهار دلعيد تنقاد ونازل ونسلخ ليهم ونقرد ليهم غير باش نبيه لنسابي وكذا بلي بنتهم رهام عراجل لي ما غديش يدوزها علاش انا هي جبتني تل هدل لقطة هادي وارددني بهاد الصورة هادي هزت حويشها بطلتحت ما تحركت ما تكلمت الوليدة مسكينة تقطع ومرت خوية تقطع وتقد من هنايا وتضحك وتعاول تحك معها ويا غير هزا غير هزا شو كتها ورابطة غوة بشا سالها هذك العشية جمعناها هذك الحولي دينا وذك الروينة دينا مشينا للدار مشينا للدار كتلع فتشديري اتهزي حويشك واتشي لداركم قلت لي كيفاش نمشي لدارنا كيفاش قلت لي بغيتي داركم هزي حويشك وثيري لداركم هاذك حوكه هشوقها 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 هش قلت الحياة وقلت الترابيه وانا مشيت انشك في الترابيه ديالك ولكن انا قلت الترابيه يا عمي. انا كي جيتكم نهار تلعيد. شنو وش عم مشكيت اغضرت ما قلتشي هاجه ديال لعيب. بنتكم جلتها نهار تلعيد قلت لك انا مريضة قلت لك لا ما كنت اشي مشكير غير نافقي غير وقفي غير حاولي باش ما معتك لله يدو زاد النار هذا. را عندك ربعة ولخمسات سويع غد توركي فيهم وما كانتش عمي مريضة. ما كانتش في الحالة دي الانسانة مريضة. المرض ما جاء غير ذاك النهار. غير ذاك تل الصباح عجال مرض. يكي يا بيته معايا وبيت احدايا وتنضحكون ناشطين وعجبنا الحال وذك شي. ولاخد لي عد سبحات مريضة. يا سبحان الله. هيا مسكين ميرطب وانتا والبنت رك عارف اول عيد لي على برة على دارهم. وكادك تلي عمي. احنا مكنتش في اللوش هنا. را البنت خصت تكون عارف المسؤولية اللي ليها وعارف ادك شي اللي ليها. قال يوان علو الشيطان ما يمكنش تبينتي الله واخد لبنت لي عمي صافي ما انا اخديت قرار هاد البنت هادي مادام دارت هاد شي هادا كاملو وما قدرتنيش وما قدرتش الوليدة وما قدرتش هاداك النهار العظيم دون كرا ما قدرتنيش في دوره فخرا. صافي عمي سمحنا بزاف احنا غل ناخدو الاجراءات اللازمة دينا وبنت كرا ما غنضيعاش في حقا. عيام سكين ما يطلب ما يرغب انا از انا من اللي قدتليه صافي هي صافي شافتها هي وقال يا ولدي لي بالك ديرو وصير لي سهل عليك. قدرنا المصدر القانونية دينا وطلقتها وخلصت لها الواجبات ديرها وقلت لي الله يعاونه ويعاونه كل لي سهل عليها. ومن تمك حلفتي يا اخوتي حلفت لانك باش تلقات شي شي بنت اللي فريمو غدا تعرف بحق الزواج وتعرف بحق هذاك الميثاق راح قلالوا يا صاحبي قلالوا بزاف ولا واحد العملة النادرة. معلين اخوتي وكانت ادي قصتي ورا فيما كانت تفكر هاد فيما كي جي العيد. كانت تفكر هاد البلاة اللي طرع لي مع ذاك السيدة. دارت الليف جيدي باش انني بيليه بلا ركي مع انسان زوين. انسان يقدر يساعدك. جين تيتال ذاك النهار تحت تاني بجي قدم. ما رضيتش والله لا ما رضيتش وحق الله. هذا ما كان وكان شكركم بزاف على الاستماع.